التيك توك طبعا حضراتكم عارفين ان للأسف الشديد بقى فيه فئة كبيرة جدا دلوقتي من السيدات ومن الرجالة بيستخدموا منصة التيك توك استخدام خاطئ جدا التيك توك على فكرة عشان بس ما نظلموش انا مش عايزة اظلموا عليه محتوى جيد جدا محتوى سياسي وثقافي واجتماعي فيه محتوى جيد لكن هوس الربح السريع للأسف الشديد وبقولي الأسف الشديد بيه خلي بعض السيدات مش كلهم بعض السيدات والبنات بتعمل اي حاجة على التيك توك وكمان اعتقد انه فيه منصة تانية اسمها كوي عشان يحققوا مشاهدات وبالتالي ربح كبير كتا يقدروا يدخلوا دولارات في الشهر اللي بيدخل 1000 دولار اللي بيدخل 500 دولار 1000 دولار يدخلوا فلوس في الشهر ولكن اللي بقى يحصل على المنصات دي عوار الواحد بقى يشوف مشاهد مش مصدق انها موجودة الستات بقى عندها استعداد تعمل اي حاجة وما خدوش عزة لا من حنين حسام والله حصل لها ولا من مواد دا الأدهم ولا من مكة حجازي ولا من هدير عبدالهازي ولا مش فكرة كان اسمها ايه عبدالرازق عفوا هدير عبدالرازق تمام يعني كل الناس دي تم القبض عليهم وتم محاكمتهم لان انت بتصدر صورة عننا احنا مش كده المصريين مش بالمشاهد دي ومش بالمناظر دي ولا دي اخلاقنا ولا دي عادتنا ولا دي تقالدنا احنا مش كده ومع ذلك ومع كل المحاكمات اللي حصلت ومع كل الناس اللي تقبض عليها برضو فيه ناس بتطلع بشكل غير لائق تماما على المنصات دي ايه دا ايه دا يعني كان فيه قرار انا سمعت عنه انه المفروض انه في شهر عشرة هيتاخد قرار بوقف التيك توك بفصلة ما خلص فيش تيك توك اعتقد ان دا مش هيحصل التيك توك منصة مهمة جدا وزي ما قلت قبل كده عليها محتوى جيد محتوى سياسي واجتماعي وفني ورياضي ونفسي عليه حاجات كتير جدا جيدة على فكرة في دا كترة نفسين بيطلعوا يتكلموا بشكل كويس جدا فيه عبراء اقتصاديين بيطلعوا يتكلموا بشكل كويس جدا فيه سياسيين بيطلعوا يتكلموا بشكل لائق جدا ولكن ان احنا بعض السيدات وبعض بقول بعض يطلعوا بالمناظر دي وكل واحدة عندها استعداد تعمل اي حاجة عشان موضوع التكبيس 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 لا الموضوع هنا محتاج وقفة محتاج وقفة انا عارفة انه فيه ظروف اقتصادية صعبة انا فهمة دا كويس بس دا مش معناه ان احنا نطلع بالشكل دا وانا نطلع بالمنظر دا